مرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وأنوان حلقتنا آية الرجم وحسفها من القرآن ونشوف السؤال من موقع الإسلام سؤال وجواب بيقول إيه في صحيح البخاري في باب الأحكام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو لأن يقول الناس عن آية الرجم لكتبتها بيدي لماذا لا يعلم هذه الآية سوى عمر وكيف نحاجج من يسأل ذلك يبا هنا السؤال بيقول إن في صحيح البخاري باب الأحكام عمر بن الخطاب قال لولا أن يقول الناس عن آية الرجم لكتبتها بيدي دي محدش يعرف الآية دي غير عمر وإزاي نرد على أي حد يسألنا عنها وخلينا نشوف الإجابة أولا روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب صعد المنبر فخطب الجمعة وكان بمن قال رضي الله عنه فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله ورجمنا بعده فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريدة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على بن زنة إذا أحسن من الرجال والنساء وإذا قامت البيانة أو كان الحبل أو الاعتراف والتصحيح قدامكم يبقى الحديث ده موجود في البخاري المسلم إن عمر صعد المنبر وقال كده إن ده كانت آية أنزلها الله وقرأناها وعقلناها وعينها ورجم الرسول وإحنا كمان رجمنا بعده فأخشى لو الناس بها طالب زمان يقول قائل إيه والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريدة أنزلها الله وإن الزان المحصن لو قامت عليه البيانة أو الحبل أو الاعتراف رجم وإن الحديث ده صحيح زي ما شفناه يبقى السؤال ليه عمر ما كتبش آية الرجم في الكرآن هل عمر عايز معاه شاهد تاني عشان يكتبها لأن كل آياب يبقى معايزين شاهدنا عليها خلينا نكمل الإجابة ونشوف هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في عدة مواضع والأرقام هتكون قدامكم دلوقتي وقد ذكرها البخاري في كتاب الأحكام معلقة بلا إسناد قال عمر لو لأن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي ومثل هذا لا يقال فيه رواه البخاري في صحيحه إلا أن يقال مع ذلك أنه رواه معلقا فيقال رواه البخاري معلقا وقد رواها أبو داود موصولة وصححه الألباني كما سبق يبقى حديث لو لأن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي ده رواه البخاري معلق لكن رواه أبو داود موصول وصححه الألباني والسؤال لسه برضو غير دلوقتي قائم ليه عمر ما كتبش آية الرجم في القرآن وخلينا نكمل الإجابة ثانيا يجاب على من يسألون لماذا لم يعلم هذه الآية سوى عمر بأن يقال لم ينفرد عمر بن الخطاب بمعرفة هذه الآية فقد ورد عن جماعة من الصحابة إثبتها رواه ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت قد نزلت آية الرجم وكانت في صحيفة تحت سريري وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة يبقى أي حد يسألك ليه ما حد شعرف الآية دي غير عمر تقدم له أول دليل عن عائشة إنها قالت لقد دزلت آية الرجم وكانت في صحيفة تحت سريري وده حسنه الألباني في صحيفة ابن ماجة وشوفوا معي اللي بيجابوا السؤال خب إيه من الحديث خلينا نروح لسونة ابن ماجة زي ما ذكروا ونشوف الحديث اتكتب إزاي في سونة ابن ماجة والمرجع قدامكم كتاب النكاح باب رضاعة الكبير يقول لنا كده إيه عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبيرة عشرة ولقد كانت في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها يبقى عن عائشة قالت إيه إن نزلت آية الرجم دي ومعها كانت حاجة كمان رضاعة الكبيرة ولقد كانت في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله تشاغلنا بموته راح داخل داجن فأكلها ليه اللي بيجاوب على السؤال ما قالش الحديث كله ليه خبه ان كان مع آية الرجم آية اسمها رضاعة الكبير ليه خبه ان عائشة كانت رمية الآيات تحت السرير ولما داخل الداجن والداجن ده بيكون خروف مثلا أو ماذا حيوان يعني أكل القرآن أكل آية رضاعة الكبير وآية آية الرجم والحديث صحيح وخلينا نشوف الإجابة ونكمل هيقول إيه وروا الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب عنه إثباتها غير أن إسناده ضعيف وذكر الحافظ في فتح الباري أنه ورد إثبات هذه الآية عن أباية بن كعب وزيد بن سابت رضي الله عنهما وقد أثبت عمر رضي الله عنه هذه الآية على منبر في خطبة الجمع وكان حاضرا في تلك الخطبة علماء الصحابة وفقائهم وكبرائهم وأقروا على إثبات هذه الآية ولم ينكر عليه أحد منهم فكيف يقال بعد ذلك أنها لم يعلمها غير عمر يبقى آية الرجمة فعلا كانت موجودة وعمر أثبتها عن منبر وهو بيخطب الجمع وكان حاضر علماء الصحابة والفقهاء والكبراء ومحدش أنكرها والسؤال برضو لسه قائم ليه آية الرجمة تكتبتش في القرآن وخلينا نكمل الإجابة ثالثا آية الرجم مما يذكره العلماء في أصول الفقه من مبحث النسخ إنها مما نسخ لفظه وبقى حكمه فلم تعد آية من القرآن الكريم ولكن حكمها باقي ولم ينسخ ولعل هذا هو السبب الذي جعل عمر رضي الله عنه لا يكتبها في المصحف لأنها لما نسخت تلوتها لم تعد من القرآن فلا يجوز أن تكتب فيه وبيقولك انظر المرجع اللي قدامكم يبقى آية الرجم الأولماء قالوا إنها تنسخت لفظا مع بقاء الحكم يعني ما تكتبتش في القرآن بس حكمها باقي وهنا السؤال غايت دلوقتي لما مات الرسول عائشة كان عندها آية الرجم دي وارضع الكبير مكتوبين ورميهم تحت السرير دخل الداجن أكلها هل الحيوانات لما تاكلوا القرآن كده بتبقى القرآن اتنسخ ولو اتنسخت عمر عايز يكتبها ليه هل عمر ما يعرفش النسخ تعالوا نشوف لماذا لم تكتب آية الرجم في القرآن وارضع الكبير شوفوا معي فتح الباري بشرح سهل البخاري كتاب الحدود باب الرجم في البلد أن عمر خطب الناس فقال لا تشكوا في الرجم فإنه حق ولقد هممت أن أكتبه في المصحف فسألت أبي بن كعب فقال أليس وإنني وأنا أستقرئها رسول الله فدفعت في صدري وقلت أستقرئها استقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافدوا الحمر ورجاله سقاط إيه رأيكم عمر كان عايز يكتب آية الرجم وفعلا ولكن بسبب قسرة زن المسلمين في الوقت ده ما كتبوهاش وقال له استقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافدوا الحمر الكتب بتعترف أن القرآن محرف وملعوب فيه وبيكتبوا مزاكم اللي عايزين ويشيروا اللي عايزين وده السبب أن آية الرجم لم تكتب في القرآن إنهم كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يتسافدون تسافدوا الحمر والتقي بكم في الحلقة القادمة ننسين وجيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر